أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء على العلاقات الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وتأكيدهما المستمر على أهمية استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة ولدى لقاء سموه حفظه الله بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية على هامش منتدى حوار المنامة 2016 مع الجنرال جوزيف بوتي القائد القوات المركزية الأمريكية رحب سموه بمشاركة الجنرال جوزيف في أعمال المنتدى وأكد سموه تطلعه نحو تعزيز العلاقات البحرينية الأمريكية المبنية على أسس من التاريخ الممتد التي أثمرت عن تعاون متميز في شتى القطاعات وخلال اللقاء استعرض سموه مع قائد القوات المركزية الأمريكية عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية والدولية كما تم التطرق إلى جملة من المواضيع المطروحة في منتدى حوار المنامة 2016 ترجمة نانسي قنقر